مشاهدين الكرام أنا جيت لكم تاني بناء على رغباتكم أنا سعيدة جداً لأنني موجودة معاكم دلوقتي أنا قلت لكم استنون إن شاء الله السبت القادم بس يعني رغبة للمشاهدين في الكنترول قال لي لازم تطلعي تاني تتكلمي عن التنويه اللي انت قلت عن المواهب أنا عايزة أرحب زاملتي العزيزة أستاذة مربت الحسين أهلاً يا مربت أهلاً يا شمس أهلاً بيك كسان طيب وحضرتك طيبها وأعزائي المشاهدين طيبين وكل البرنامج طيبين بإذن الله إحنا يا جماعة طلعين تلوقتي نقول إن إن شاء الله إحنا جالنا مدخلات كتير جداً 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 بالنسبة للمواهب أنا سعيدة إن التنويه ما أخدش حاجة أشوفكم إن شاء الله الإسبوع القادم ولقيت الكنترول بيقولي لازم تدخلي تاني فأنا مش عارفة أشكركم إزاي ومش عارفة أقول مدى ساعدتي يعني من كتر مدى ساعدتي أنا عايز أقول لأي حد حتى أولادي في أي موهبة يا جماعة اتفضلوا معانا أي موهبة أنا عندي شروق وأيمن وليان بقولهم كل سنة هم طيبين قبل أي حاجة غير كده كمان أنا بقولهم إن أنتوا أي حد هيجي موهبة هيبقى بالنسبة لي زي أولادي بالنسبة للفريق العمل هيبقى أولادنا كلنا الدكتور أيمن الشرقوي كمان من نحوة هو عامل مبادرة إنسانية لكل المواهب يعني هم أولاده بأمانة أنا سعيدة جداً جداً ومتشكرة على الكلام الطيب وعلى فكرة أنا قلت حاجة عايزة أقولها تاني أي حد قال لي أي نقد بناء أنا بشكره عليها شكره جداً 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 أفدني بأمانة أفدني أنا كشمس المصر يا جماعة أنا أنا اسمي أصلاً مش شمس المصر أنا اسمي راشا فوزي بس بحكم إن أنا كان عندي موهبة الكتابة والتأليف من ونص وغيرة ودخلت في مسابقات كتير ربنا أكرمني دخلت في جريدة أنباء دمياط وكنت في وقت معين الحمد لله رب العالمين وبعدين أحبطت في وقت من الأوقات بس ربنا عالم إن أنا جواية موه فعفرت لغاية ما وصلت للبرنامج هنا برنامج هيديو مصر أنا بقول لي كده أنا بقول يا جماعة أنا اخترت اسم شمس المصري الشمس كلها وضوح كلها دفع كلها نور فالمصري بالنسبة للبرنامج هيديو مصر عشان كده أنا كتسبت اسم شمس المصري وكمان عشان بينت اسمها الشروق فشروق الشمس اللي اتنين مرتبطين في بعض والمصري أول حرف من اسم ابني فأنا بقول لكل الناس خلوا جواكوا أمل وتفاقل خلوا جواكوا أمل وتفاقل وضفتي للمرة التانية الأستاذة أسمى أهلا بك أهلا بك يا اسمها ونورطينا في فقرة مواهب ونتمنى تكوني معانا على طول إن شاء الله ويا شمس ما تزعليش من أي حد يقول أي تعليق ليكي هو اللي بينجح أكيد لازم تكون في غيرة في حب نفس وده عادي مع أي إمسان يا حبيبتي متشكدة ليكي جدا يا مربت بس والله أنا حبيت أن أقولي الكلام ده يا جماعة عشان يبقى جواكوا طاقة إيجابية زل الجواك كده الحمد لله رب العالمين اللي بيحلم لازم يحقق حلم طول ما حلمه قدامه في حاجة اسمها دايما يا جماعة اسمها أمل وحياة أنا عندي الكلمة دي يعني بمط عريض كده قدام عيني دايما ندي الأمل والحياة لكل الناس في أي مجال في المجالات أي حاجة حتى لو معنش سريحنا كلنا بنبني بعض من أول الغفير للوزير ده بيعمل بيبني مثلا أنطوب حجر عشان يقفل لك حيط عشان يقفل لك مكان عشان تعود فيه والتاني بيعمل عشان يبني دولة ويعني رئيس بيدم دولة يعني سبحانه الله كلنا المفروض نبقى أيدي واحدة في كل حاجة والتكاتف والأمل ده حاجة جميلة جدا ترايك إيه مربت كأم مع كلام أسنع لو أنت عندك ابنك عنده موهب هتكبتيه وتحبتيه ولا هتشجعيه لا بالعكس أنا ابني كان موهب في لعبة تكون غفوه واشتركت له مع الكابتن واليد راي طالحة والحمد لله خد بطولة مصر على مستوى نواد الفاتر مصلح في نادي توليب والبطولة الثانية خد بطولة مصر هو واخته صارة اخته صارة اشتركت لما لقاته نجح حبت تعمل زيه والحمد لله نجح حمل الثانية خد بطولة مصر تنمية المواهب دي حاجة جميلة وكل ده بفضل الكابتن وليد إن شاء الله طيب أستأذن ضيفتي الكرام ضيفة وفي نفس الوقت مزيع والأستاذة أسمن شرفتني بجمال طلتها أستأذنوك جماعة سواصل ونرجع تاني إن شاء الله وتروحوش في أي حتة استنونا عشان إحنا قاعدين عشانك مشاهدينا الكرام رجعنا لكو تاني بعد الفاصل أنا مش قادرة بأمانة أشكركم إزاي على ضغط الاتصالات للكنترول روم عايزي وصل لي أي اتصال مش قادرين فتا كاردوس جامد جدا أنا سعيدة جدا ربنا ما يحبنيش منكم وعايزة كمان أشكر الأستاذ سعد عبادة للمرة تانية وجميع أسرته الكريمة اللي بتتواصل معنا ومتابعين البرنامج وعايزة أشكر يا جماعة كل حد شارك معنا قبل كده في اتصال وتواصل معنا حضرتك كلامك كان إيجابي جدا سواء في فقرة همسات مواطن أو أي حد بتكلم دلوقتي في الكونترول روم أنا من السعادة حسنا مطلخ باطة وكمان عايزة أشكر أسرة الحاج يوسف قصوري الديل كلها كل أحدا بإسمه لمشاركتهم معنا في الاتصالات وبقول لهم أنا أسفة ما عليش بعتذر عن أن أنا مش عارفة أرد عليكم الضغط إن شاء الله كتير وعايزة أشكر كمان عائلة الحاج جمال الزيني لهم جزيل الشكر والتخذير يا جماعة ربنا إن شاء الله يدين بنا وبين بعض المعروف مربت كانت قالت حاجة قبل الفاصل اللي عجبتني جدا بتقول إن ابنها اشترك في مجال الرياضة تمام؟ وبعد ما ربنا أكرامه وأخذ ما شاء الله مركز أول أخته تعادت مني يعني مش العزوة يا أولاد بوجع عام الأطفال الصغير مش العزوة هي اللي بتأذي لا استلبية في الموهبة هي كمان اللي بتأذي لما يبقى في كلنا جوانا طاقة إيجابية كده حتى لو في مجال الرياضة ونتعادة من بعض ونلعب رياضة جوالبيت نشترك بعد كده في مجالات لما ربنا يرفع الغمة إن شاء الله نشتركش مجالات مختلفة بإذن الله حتى في مجال الرياضة إحنا معاكم إحنا معاكم قلبا وقالبا يا مربت بالنسبة لبنتك بنتك دلوقتي في مجال الرياضة ولا؟ لا في مجال الرياضة بس عشان الزروف البلاتية الفيروس وكده معاديين من التدريبات لحد إن شاء الله ما ينسلح الحال هيرجعوا تاني وفي بطولة تانية بطولة قليوبية وبطولة تانية وإن شاء الله طب اسمحيلي يا مربت أسألك سؤال بالنسبة لبعض كرة الصعيد في بعض في كرة الصعيد جماعة مش إن هما بيدخلوا طب أستأذنك يا مربت بعد إذنك هجامل معاك السؤال معنا يا أستاذ أحمد بن اسكندرية تفضل يا أستاذ أحمد معنا يا أستاذ أحمد معلش أستأذنك بس صوت سيتو التلفزيون عشان أعرف اسمها حضراتك كويس أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تفضل كل سنة حضرتك طيب الأول الله رحب حضرتك وبأستاذ الضيوف وعايز أقول لحضرتك حاجة بس فضل طب واطي تلفزيون عشان تعرف تقول اللي انت عايزه طب أستاذ أحمد معلش أنا جماعة بأكد لك أهو عيانا بيانا والله صلاة فيها ضغط جامد جدا 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 فمعليش والخط قطع بس إن شاء الله بإذن الله حضرتك حاول تتوصل معنا تاني يا أستاذ أحمد أرجعلك يا ميرفت بقولك أنت إيه رأيك في بعض الكرة الصعيد اللي بتمنع بناتها أساسا من التعليم لا طبعا دي ظاهرة غير صحية لأن أصلا المفروض البنت تتعلم وتحافظ عن نفسها وتتعلم ويتنور بالعلم الرياضة بالتفكير بالشعر بأي حاجة أي موهبة هم بيحبوها لازم يتابعوها ولازم الأهل هم اللي شجعوا أولادهم على كده لأن الطفل من غير تشجيع الأهل عمره ما هيتلع له قدام ولا عمره هيتطور للأحسن كلام ميرفت كلام سليم جدا 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 يا جماعة إحنا لازم نستغل القادة اللي إحنا عادنا في البيت دي هرجع وأقولها تاني ومش هبطل إن أنا أقول نستغل قادتنا في البيت كوريشي تيركو تأليف كتابة تلحين غنى حفظ القرآن معاملات حسنة بالنوب من بعض برضو حتى يعني دور برضو الراجل برضو في البيت طبعا في ظل الظروف وما فيش شغل وما فيش الكلام ده كله أنا بوجه كلمة للستات يعني مفروض يعني يعني الرجال يكومون على النساء في الفترة دي صعبة خلاص هنشيل بعض هستحمل بعض في كل الظروف في الضغوطات دي فالمفروض نكون يعني حاجة كويسة لطيفة كده في البيت انت كنت زمان بتتمني إنه هو يقعد معاك سوري عشر دقائق نص ساعة بس فهو دلوقتي خلاص قرودي بقى أمر وقعه بقى قاعد في البيت خلاص مفيش حل تاني فخلاص يبقى انت بقى إيه خلاص نلطف جو جميل نلعب كوتشينا أي حاجة المهم إن إحنا نخرج من الجو اللي إحنا فيه ده طبا هو الأفيد إنه هو ليه لأه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحيك إيه ثوبه لما كان بيبقى حاجة كان بيساعد أهل بيته من فينا ما يتمناش إن يبقى فيه ذرة ذرة واحدة بس من أي حاجة في الرسول عليه الصلاة والسلام أنا عايزة يا جماعة أقول مش عايب لما الراجل يدخل للمطبخ يساعد مراته والله هم هو عايب بالعكس ده إنت كده بتثبت حبك لمراتك مش إن إنت روح عمليلي شي آآ شيني للإطباء أعملي شي حاول إن إنت أكون أعرف دواته تجارب وبيكون فيه أطفال مثلا صبيان في البيت أصلا وبيشوف والده وبيتعامل بنفس الوصول ده بيطلع يتربع على نفس الطبع والحنية والطيبة والألفة بينهم وبين بعض فبتبقى الحياة الأسرية هادية وجميلة جدا وبرده عندي كمان رأي شمس إن المفروض الأب يتابع ولاده فرصة وجات لنوا يقعد معاهم كان بحجة الشؤول هو مش فاضي يقعد مع الأولاد دلوقت الفرصة جت ولازم يتابع معاهم ويشوف أفكارهم إيه أبي يفكروا في إيه إيه طمحتهم إيه أحلمهم لأن الأولاد كانتش الأب ينتبه لهم كانتش عارف حاجة عن أولاد في بعض الأبوات فعلا ما يعرفش حاجة عن أولادهم ماعرفوش أي حاجة عن أولادهم بيبقى على الأم للأسف في الفترة الرجل ما بيكونش موجود في البيت مفروض أن ينتي كل المحتويات دي عليك ينتي الواحدة فخلص دلوقتي بقينا في مركب واحدة وننشل أحسن إثنين أمر واقع أنا يا جماعة عايزة أقول حاجة إحنا كان كلما ابننا يغلط غلطة أو بنتنا أنا هتصل بابا واكي عشو تقادي سكت أنا هتصل بشكل دلوقتي باباكي موجود مقيم معاك يلا بقى كله عينا بينا وقرينا الهمة بقى قرينا الهمة في كل حي أنا دايما اللي يعني نفسي يعني أفهم كل الأسر فيها إن هي دايما العنف والأسلوب الأسر اللي بيحصل لازم يكون لي حد إن هو ما حصلش قدام الأطفال أنا جماعة بشكر زملتي العزيزة ميربت أنا سعيدة بوجودي معاكي في الفقرة النهاردة شرف لنا إن شاء الله كم موجودة معاكي بعد كده في مواهب بإذن الله يا جماعة بعد كده إن شاء الله موجودة معاكو في برنامج هي دي مصر همسات مواطن ومواهب وأنا بتعهد قدامكم إن شاء الله على قدر استطاعتي بإذن الله بوجود الأستاذ أسعد حسن كمستشار قانوني للبرنامج إن احنا نوصل قضائكو زي ما أنا قلتلكو قبل الفاصل أسعدكم الأعلى المستويات جمال مواهبكو يا جماعة إن شاء الله هنحاول إن احنا نقف جنبها ونتكاتف معاها ونوصلها في القدر الكافي للي هي عيزاة أنا بشكر أستاذ أسمى شرفتيني ونورتيني في الفقراتين ووشت كان خلو علينا جدا إن شاء الله ما نتخريمش من طلّتك الجميلة معنا أنا عايزة جماعة أقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن إحنا كلنا في القرآن الكريم أو الرسول الله عليه السلام في السنة النبوية إن إحنا عليه السلام إن إحنا لازم يبقى بيننا بمبعض تعاون حتى الزوج والزوجة لازم يبقى بيننا ببعض موضة ورحمة ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعينا بينكم موضة ورحمة يا صدق الله العظيم عايزة أقول في آخر كلامي أقول دعاء يا رب اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الكتاب يا منزل البلاء اللهم ارفعه عنا اللهم لا تؤخذنا بما نسينا أو أخطأنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واقفل لنا وارحمنا اللهم ربنا يا من أكرمتنا ببيتك الحرام ويعني في ذل هذا الوباء يا رب هرمنا منه أنا بسمع يا رب دعاء المؤذنين أنا بتدمع العين للأزان فين حي على الصلاة حي على الفلاة اللهم غلنا يردنا إلى بوتك ردا جميلا يا رب تكرمنا يا كريم بالصلاة في بيوتك والوقوف بين يديك اللهم اللهم لا تحرمنا يا رب العمين من يعطبك أنت وليو ذلك So قادر عليه أنا بقول يا جماعة كلنا من نستغفر ربنا سبحانه وتعالى على قدر الإمكان عشان اول مرة نتحرم من صلاة التراويح اول مرة اول مرة نتحرم من صلاة المساجد في ناس كتير كانت بتسمع صوت الأزان وكان بيبقى واحد قدام الجامعة بيكمل كلامه وما يدخلش يصلي جماعة احنا لازم نعرف ان احنا اسمحيلي ميرفت ان احنا دلوقتي في وقت لازم نكون إلى الله أقرب من أي حاجة قبل كده انا بشكركم كنت سعيدة بوجودي معاكم متشكرة جدا لكل اللي تواصلوا معنا وما قدرواش يوصولوا لي عن طريق التليفون دلوقتي للضغط الشديد اللي كان موجود انا بشكر كمان كل اصدقائي الموجودين معايا على وسائل التواصل الاجتماعي متشكرة جدا لهم لكل الكلام الإيجابي اللي قالوه ألقاكم ان شاء الله بإذن الله على خير السبت القادم بإذن الله ان شاء الله ربنا يتقبل دعاءنا بإذن الله ويعفو عنا ويعفينا أشوفكم ان شاء الله على خير ودومتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته